أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الرباء لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأصلي وأسلم على نبينا الرحمة المهداة وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحبة نحط رحالنا في هذا المجلس القرآني المبارك ضمن مجالس هذه الدورة المباركة دورة الإترجة في سورة من عظم سور كتاب الله عز وجل تربية للمؤمنين وتكميلا لأخلاقهم هذه السورة المدنية سورة الحجرات وقبل أن ندخل في بيان هذه السورة وتفسيرها وتدبرها لعلنا نعيش في أجوائها ومقدماتها وأحوال نزولها فأسأل متى نزلت أو متى كان نزول هذه السورة قبل أن تجيبوا حقيقة ألفت أنظار الإخوة إلى أن معرفة الأحوال التي نزلت فيها السورة مهم جدا لفهمها بل هو بواب لفهمها لأن الظروف التي عاشت فيها والأحداث التي كانت في وقتها هي السورة تعالج تلك الأحداث فلابد من معرفة تلك الأحوال وقت النزول لنعرف القضية الأساسية التي تعالجها هذه السورة فإذا أردت أن تعرف السورة في مضمونها وأهدافها ومقاصدها ثم تفسيرها فإنه لا بد أن تلجأ إلى البحث عن قصة نزول السورة والأحوال التي نزلت فيها ووقت نزولها ستنبئك عن معاني عظيمة هذه السورة سورة الحجرات سورة مدنية لا شك لكن كثرة السورة المدنية نريد أن نعرف الحادثة التي نزلت فيها أو العام الذي نزلت فيه نعم حسنت العام الذي نزلت فيه هو عام الوفوت عام الوفوت هذا العام الذي تميز بكثرة إقبال القبائل وقدومها إلى المدينة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخول الإسلام كان من تلك القبائل قبائل أعراب وقبائل حديثة عهد بالإسلام وقد كثرت تلك الوفوت وتعرفون أن تلك القبائل لها طبائع وأعادات وتقاليد وأحوال التبست بأحوال الجاهلية وأخلاق انطبعت بطبائع الجاهلية فكانت تلك القبائل في تلك السنة تموج مع دخولها في الإسلام لكن الإسلام لم يتمكن منها ولم يتحقق الإيمان فأنزل الله هذه السورة في أحداث متعددة نزلت فيها هذه السورة لتربي المؤمنين المسلمين وتحقق الإيمان في نفوسهم نفوس هؤلاء اللوفوت وتربيهم بالأخلاق الإسلامية الحسنة تكملهم بالأخلاق إذن نستطيع أن نقول أن هذه السورة يعني غرضها وقضيتها هو تحقيق وتكميل الإيمان في المؤمنين الجدد وأيضا تكميلهم بالأخلاق تحقيق إيمانهم وأخلاقهم وتصفيتهم من رواسب الجاهلية وأخلاقها وعداتها وما كانوا عليه من طبائع فهي سورة عظيمة تربي جيل وتهيئ مجتمع إسلامي صحيح صافي من معادل الجاهلية محصا بأخلاق الإسلام قد توثقت كلمته وأخوته باسم الإسلام إنما المؤمنون إخوة وزالت عنه رواسب الجاهلية وأخلاقها من التنابز والسخرية والغيبة والنميمة وسوء الظن وغيرها والتفاخر بالأنساب والشعائل والقبائل يعني هذه السورة كلها في تصفية هذا المجتمع وتحقيق الإيمان في نفوس أهله وتكمينه بالأخلاق هذا هو مقصد السورة فما أعظمها أيها الحبة حقيقة ما أعظم مناسبة هذه السورة فيما نعيشه اليوم من انفتاح عالمي على المسلمين داخلهم فيها غبش أهل الغرب وثقافاتهم وعاداتهم واهتماماتهم فانطبع كثير من شباب الإسلام بثقافات الغرب وبدأت حقيقة ملامح ضعف الديانة والأفكار التي وفدت علينا أفكار العقلانية والفكرية والثقافية والشبهات والشهوات تموج في أبنائنا بالأمس أمس القريب كنت مع عدد من الإخوة الزملاء يعني من أهل الحجاز قالوا نحن نتكلم عن قضية هذا الشاب الذي اجترأ على السخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى نفسه أنه في مقامه في الخطاب حقيقة وقد صرح ذلك الشاب بأن مثاله كثير يقول الواقع أننا نعيش في داخل شبابنا هذا الفكر بدأ يموج ويظهر فكر الحقيقة العقلاني الاعتزالي الذي يصل إلى الحلال والإلحاد يا ذنب الله كيف يصل بهم ذلك نحن لا أريد أن نخرج بالسورة لكن يبدأون بقضية الشك والاحتمال ويضعون حقائق الإيمان في موضع الشك والنقاش والجدال ومن أنتم حتى تناقشون حقائق الإيمان والأقيدة والتوحيد وأين وصلتم إليه إذا كان المعتزل الأوائل الذي لهم رسخوا في علم ومعرفة وأدلة لم يعني يصلوا إلى ما وصل إليهم من نتيجة كيف أنتم وأنتم في سطحية وثقافة غربية لكن الله المستعان نحن يا أخواني الآن بحاجة إلى إبراز ثقافة أهل الإسلام وحقائق الإسلام وتمحيص الإيمان في القلوب أبنائنا وتكميل أخلاقهم واعتصام بهذه الحقائق وهذه الآداب حتى يعرفوا قيمتهم وقيمة ما هم فيه إذن هذه السورة يا أخواني نحتاجها والله في تكميل إيماننا نحن وأخلاقنا وتمحيصنا مما رسب من ثقافات غيرنا ندلف إلى هذه السورة سورة الحجرات يقول الله عز وجل في نداءات فيها قد وردت فيها نداءات المؤمنين كم مرة؟ خمس مرات خمس مرات وردت فيها النداء لأهل الإيمان مما يؤكد لنا يا أخواني أنها تنادي المؤمنين لتحقيق الإيمان في نفوسهم هذا واحد ثم كم ذكر فيها من الآداب مما يؤكد لنا أيها والإخوة أن أيضا تكمل المؤمنين بالآداب والأخلاق ثم مما يؤكد أيضا لنا أنها تعايش أجواء القبائل والعشائر تلك الوفود التي وفدت في آية قول الله عز وجل أيها الناس إننا خلقناكم من ذكر وموثنا واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أي لا لتفخروا وتنازعوا ويستهزئوا بعضكم ببعض ويسبوا بعضكم بعضا وإنما لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فتعالوا معنا يا أخواني ناقش هذه النداءات الإيمانية آية آية النداء الأول يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يده الله ورسوله الحقيقة أن السورة غالبها تدور حول قضية بني تميم والوفد الذي جاء من بني تميم وبني أسدن وكان منهم ما كان لكن قدم الله هذه الآية لأنها متعلقة بتلك الصفوة الخيرة والكوكبة المؤمنة من خيال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر فقدم أمرهم تعظيما لهم وتكميلا لأن الله عز وجل يعني بالمهاجرين أعظم من غيرهم قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تتقدموا بين حكم الله وأمر الله ورسوله وإنما قال بين يدي الله ورسوله ليؤكد أن من تقدم بحكم على حكم الله وأمر على أمر الله فإنه كأنه تقدم بين يدي الله ورسوله وقيل أن المعنى في هذه الآية لا تتقدم بين يدي الله ورسوله أي لا تستبقوا في الحكم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستبقوا في الحكم حكم الله ورسول في قوم الأقوام فتحكمون عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم بهم وقيل أن السبب نزول هذه الآية أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في استقبال وفد بني ثميم وقال أبو بكر رضي الله عنه رسول الله عليه وسلم أمر القعقاع ابن معبد وقال عمر رضي الله تعالى أمر عيينه من حسن فقال أبو بكر رضي الله عنه ما أردت إلا خلافي قال والله ما أردت خلافك يقول أبو بكر العمر وهما صفوة رسول الله صفوة المؤمنين والصحابة فلذلك ابتدأ الله عز وجل بتصفية قلوبهم وأيضا إزالة ما كان منهم من تقدما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم يعني كأنهم تقدموا في الاقتراح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأمير هؤلاء على قومهم فأدبهم الله عز وجل فأحسن تأديبهم ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية كأخي السرار يعني كأنه يسر له وقد كان عمر رضي الله عنه ومن هو عمر يخاطب الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخاطبه بخفض صوت حتى يستوضحه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض كلامه ماذا تقول يا عمر كل ذلك استجابة لأمر الله ورسوله هنا فالله تعالى قال لا تقدم بين يد الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليه اتقوا الله في تحقيق ما أمركم الله عز وجل به وفي الحذر من تقدم بين يد الله عز وجل بأمر أو بحكم أو غير ذلك والآية ليست لأبو بكر وعمر إنما هي للمؤمنين جميعا قيل ساب نزول الآية غيرها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بسرية إلى قبيلة فوجدت في طريقها شخصين فظنت أن هؤلاء من تلك القبيلة فأصابوهم ولم يكونوا منهم فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فتبين أن هؤلاء من قوم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معهد فنهرهم النبي عليه صلى الله عليه وسلم أن يستبقوا في حكمهم قبل أن يأتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى يا أيها الذين أموا لا تقدم بين يد الله ورسوله ولكن الأشهر أنها نازلة في شأن أبي بكر وعمر فهذه الآية يا أخواني تبين لنا الأدب الأول وهو الأدب مع الله عز وجل الأدب مع الله في حكمه وأمره ثم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا سنجد أن النداءات بعد ذلك تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي سميع لكلامكم وعليم بما في قلوبكم ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول قيل أن هذه الآية نازلة في قصة ثابت بن قيس وقيل أنها نازلة كان يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته جهوري فنزلت هذه الآية فحزن حزنا شديدا حتى مكث في بيته يعني مما أصابه من الهم ففقده النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك والقصة معروفة في هذا وقيل أنها نازلة في شأن أبي بكر وعمر حينما ترافع صوتهما ارتفع صوتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بني تميم وكلا النزولين أو كلا القصتين والدة في مضمون الآية ومحتمل غرودها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا يظهر من ذلك أن صوت النبي مرتفع ولو ارتفع كان الارتفاع عليه فوق ذلك لكن يظهر هنا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبته وعدم رفع الصوت وعلى هذا فإن هذه الآية يدخل فيها الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته وأنه لا يجوز بحال أن يرتفع رأي أحد على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينتقد أو غير ذلك وعلى هذا أيها الأخوة أيها الأخوة تأتي قصة ذلك الشاب القشعري الذي اجترأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام فخطبه خطاب الند الند وإنك لتعجب من شاب من أهل هذه البلاد التي انطبعت بالتوحيد كيف يجترأ مثل هذا الشاب إلا أن هذا الفكر وراءه أناس يزرعونه ويبثونه في فكر هؤلاء الشباب فيجرؤونهم على مثل تلك الكلمات الإلحادية التي ربما يعني لا تصل إليها عقولهم إنما اجترأوا عليها بسبب ما خالطوه خالطوا أولئك فكان الأمر عندهم ليس بأمر عظيم ويمس عقيدة ودين وفيه عدم احترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولغوا فيه وأوصلهم ذلك إلى الحاد يا ذنب الله ولهذا أيها الأخوة في هذه الآية نأخذ يعني أمرا درسا عظيما وهو يعني قاعدة وهو أن من اجترأ على من اجترأ على رفء صوته على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الأدب هو قضية عدم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القضية إذا بدأت بذرتها في قلب الإنسان فإنها ستوصله إلى الإلحاد الكفر كيف كيف يوصل الإنسان في عدم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا اجترأ على ذلك في عدم الأدب والاحترام والتوقير لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك سيوصله إلى الكفر لأنه إذا اجترأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعظمه وأساء الأدب بأي لفظ فإن ذلك سيدعوه إلى عدم احترام هدية وعدم توقيره في شرعه وقوله وأمره وسيجعل كلامه في دائرة النقاش كما يقولون يحتمل النقاش والأخذ والعطاء ثم يصل به الحد بعد ذلك إلى أن ينكر قولا من قوله أو موقفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا شدة وهذه غلظة أو هذا كذا ثم يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أخطأ ولم يهدأ إلى الحق وإذا وصل إلى ذلك وصل إلى الحد فإنه سيجترع على تكذيب الله عز وجل في تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم وتأييده وأنه ما ينطق عن الهوى رأيتم كيف يتدرج بهم الشيطان أيها الأخوة ابتداء من أمر بسيط وهو سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا أيها الأخوة تأتي هذه القضية كيف أن الله عظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب معه لأن الاجتراء عليها والتهاوم بها سيجر إلى ما بعدها وللعلماء كلام نفيس في هذه المسألة أذكر لابني عشور كلام النفيس يعني أنصح بقراءته والسعدي رحمه الله وتعالى في هذا أيضا أبدع في تقريره ففي مثل هذه الأوضاع التي نعيشها أيها الأخوة والتي نرى بعض الناس يهون من تلك القضية يقول يا رجل الرجل يعني يسبق لسانه في هذا أو لا يفقه أو نحو ذلك نقول يا رجل أرأيت كيف جعل نفسه ندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكفي ذلك في أنه أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك كاف في أنه سينكر شيئا من قوله وهديه وسيجترأ على بعض سننه وحكمه وحكمه وأحكامه فعلى هذا أيها الأخوة لا نتهاوم في هذه القضية هذه القضية التي تمس حقائق وتمس مبادئ ولهذا لماذا الله عز وجل عظمها الله تعالى وهو أحكم الحاكمين وهو الذي أمرنا بتعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم لماذا نهانا في هذه السورة لا تقدم بين يدي الله ورسوله كان يأتي أن يقول شخص يقول ماذا فعل أبو بكر إنما قال اقترح اقتراح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهذا رفع صوت أو هذا تقدم بين يدي الله ورسوله أولئك الذين يزينون تلك الأحداث بعقولهم التي قد خالطها الشك والريب وعدم الإيمان أما حينما يقر الإيمان في قلب الإنسان فلا شك أنه سيكون عنده المقياس حساس في تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله وسلم لأن هذان المصدران هما مصدر الوحي أيها الأخوة لو اهتز الدين والحقائق قال الله سبحانه وتعالى ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض وهذه الجملة لعلها هي التي تخص ثابت ابن قيس ابن شماس الذي رفع صوته جهر بصوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده في مجلسه حينما كان قراد أن يقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وله مكان قريب ليضعف سمعه فقال له رجل مكانك إذا وجدت مجلسا فنهره ورفع صوته عليه قال الله عز وجل لاحظوا أيها الأخوة تعظيم الله لقضية جهر الصوت عند رسول الله لنعلم إخواني الكرام أن سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى حبط الأعمال والكفر قال الله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون كيف يكون حبوط الأعمال وهو بطلانها تحبط أعمالكم بمعنى أنها تبطل وكيف تبطل الأعمال كلها بالجهر بالجهر بالصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رفع الصوت عليه أو التقدم بين يديه بعض الناس يقول الأمر أهون من ذلك أقول يا أخي الكريم أنظر إلى هذه القضية التي مست وهي عدم احترام النبي عليه الصلاة والسلام الباعث على عدم احترام هديه وسنته الذي سيجر في النهاية إلى حبوط الأعمال والكفر والإلحاد هذا معنى هذه الآية أن تحبط أعمالكم أي أن يجركم ذلك إلى الجرأ على رسول الله كما جر المنافقين أليس المنافقون اجترأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخروا منه وبدأوا في لمزه وذمه قالوا هو أذن قل أذن خير لكم يعني كلمة قل هو أذن ما معنى هو أذن يعني معنى أن يسمع كلام الناس أرأيتم أن هذه الكلمة باءوا بها كفر فقط إذن هي حط من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أذية له فحق لمن كان وقعت منه أن يعني ينال وصف أحبوط الأعمال والكفر ولا شك أيها الأخوة أنه اعتقاد ذلك هو الذي يوصل إلى الكفر فاعتقاد ذلك لكن الإنسان حينما يبدأ بمثل هذا سينتهي به الأمر إلى ما نهايته الكفر وحبوط الأعمال قال الله وأنتم لا تشعرون انظروا كلمة وأنتم لا تشعرون كيف لا تشعرون يعني مثلما قلت لكم أن الإنسان يجتري كلمة ثم كلمة ثم كلمة ثم يقول نحن على طائرة طاولة النقاش والحوار حتى أنه يا أخواني والله من أبنائنا ومن جلدتنا وفي لذات أكبادنا وصل بهم الحد إخواني الكرام إلى أن يضعوا وجود الله على دائرة النقاش هل الله موجود أو لا؟ هم يقولون نحن لا نقول غير موجود لكننا نحن نقول كل شيء على دائرة النقاش والحوار رأيتم كيف يصل بهم الحد هي قضية التي يخشى والله من أبنائنا على أبنائنا منها إذ أنها فكر دسيس خبيث اعتزالي يراد به أن يبث في أبنائنا ويهدم عقيدتهم حقائق الإيمان في نفوسهم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الله أكبر انظر هذه الآية الكريمة كيف تصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أبو بكر وعمر حينما استجاب مباشرة أبو بكر وعمر قال والله يا رسول الله لا أنجيك إلا كأخي السرار يعني سرا كأني أسر لك سرا فكان ذلك استجاب مباشرة من أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد جاء في بعض الوقت أنه قد بكى بكاء شديدا حينما نزلت هذه الآية وخشي أن يحبط عمله وأن يصيبه الله تعالى بعقاب هذا من قوة الإيمان وحساسية الإحساس الشديد بالخطأ والرجوع السريع لما قد يحصل له من خلل قال الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى يعني كأن الله يقول إن الله أراد أن يمتحن قلوب هؤلاء الصحابة هؤلاء الأخيار هؤلاء الصفوة للتقوى لتتمحص في قلوبهم التقوى فيكونوا كما قال الله في السورة قبلها وكانوا حق بها وأهلها فكأن قصة أبو بكر وعمر هي نموذج للمسلمين إلى أن يكون ذوي حساسية مرهفة ودقه وقياس متين دقيق في قضية احترام حق الله وحق رسوله ومقام الله وقام رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الإنسان ما يسمع بكلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويقشعر جلده وجسده من تعظيمه وتوقيرا أي وربي وكذلك مع كتاب الله عز وجل إذا سمع كتاب الله تعالى فينبغي أن ننصت تعظيما وتوقيرا وإذا سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن ننصت توقيرا واستماعا وإنصاتا يحدثني أحد الأخوة يقول زرت الصين فرزلت فندقا يعمل فيه أحد المسلمين يقول حقيقة كان معي مصحف أردت أن أهديه إلى هذا الشخص كأنه يعني تقديرا له وذكرى يقول دعوت إلى غرفتي فيقول خرجت المصحف فقلت له هذا هدية لك يقول والله مات ما لك نفسه إلا أن خر على ركبتيه خر تعظيما لهذا القرآن ما يعني ما يصدق أن كتاب الله بين يديه يقول والله إنه أخذه يعني أخذا مهيبا يتناوله بصفة مهيبة جدا يقول فلما أخذه ضمه وأجهش بالبكاء فرحا عظيما وتعظيما في نفسه لهذا الكتاب العظيم كتاب ربه رأيتم كيف هو التعظيم لكتاب الله عز وجل وكيف هو التعظيم لرسول الله صلى الله وسلم حينما نسمع ذكره وحينما نقرأ حديثه صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى إذن هي امتحان هذه المواقف أخواني امتحان للقلب حتى يصفوا ويكمل وهذا يؤكد لنا أن السورة فيها امتحان وتكميل وتحقيق للإيمان في نفوس صحابة رسول الله صلى الله وسلم قال الله تعالى لهم مغفرة وأجر عظيم نعم لهم مغفرة بما كان منهم من هذا الاستجابة وأجر عظيم على هذا التوقير الذي وقروا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هذه الآية هي التي نزلت فيها قصة السورة وهم وفدوا بن تميم حينما أتوا من الوفود فمنهم من ضمنهم الأقرأ ابن حابس كان رئيسا زعيما فيهم ورأسا فيهم فنادوا رسول الله صلى الله وسلم من وراء الحجرات يعني من خارج فقالوا يا محمد وكأنهم الآن يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعلون مع الملوك والوفود إذا جاءت إلى الملك أو الملوك والرؤساء ينادونه ليتفاخروا يعني يظهرون له مقامهم وأنهم أهل شرف وقبيلة وعرب فنادوا يا محمد أخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين يعني كيف تنادون رسول الله صلى الله وسلم هذا النداء ألا تصبرون تنتظرون حتى يخرج إليكم فتوقروه وتعظموه وتسلموا عليه وتثنوا عليه بما هو أهله عليه الصلاة والسلام ثم تخاطبونه بما عندكم لكنهم لم يصبروا فنادوه من وراء بيته وبإسمه يا محمد ثم قال قائلهم إن مدحي شيء وإن ذمي شيء كانوا يقول إن مدحناك مدحناك بقصيدة تذكرك بها العرب وإن سبناك سبناك بقصيدة ستذكر في تاريخ العرب فقال النبي صلى الله وسلم لما سمع وقالتهم ذاك هو الله ذاك هو الله الذي مدحه زين وذمه شيء فأنزل الله تعالى هذه الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون يعني لا يعقلون الأدب مع رسول الله صلى الله وسلم هم عندهم عقل بإيمانهم الذي آمنوا به وجاءوا إلى رسول الله صلى الله وسلم لكنهم لا يعقلون الأدب وإنما قال أكثرهم لأن منهم من لم ينطق بتلك الكلمة أو لم يرضى بها فقال أكثرهم فلم يعمهم بذلك وقوله من وراء الحجرات وذلك سميت القصة السورة باسم الحجرات ذكرا لها حيث ذكرت في هذه السورة والفرق بين بيوت النبي صلى الله وسلم وحجراته ما هي أو بيت النبي صلى الله وسلم وحجراته الحجرات هي الغرف فله عليه الصلاة التسسع غرف في سور واحد فبيته ذلك البيت بيت النبي صلى الله وسلم الذي يحده سور في كل جزء منه حجرة الحجرة قرابة طولها قرابة ثمانية أمتار ثلاثة أمتار منها نسميه نحن مدخل أو يعني مدخل للبيت ثم البيت بعده وهو غرفة لا يزيد طولها عن خمسة أمتار هذا بيته خمسة في أربعة هذا بيت رسول الله صلى الله وسلم وغرفته كيف هو وهو رسول الله صلى الله وسلم أشرف الخلق وعظمهم منزلة عند ربه كيف هو منزله الدنيوي كيف نرى واقعنا اليوم في بيوتنا ومبهاتنا في بيوتنا والله المستعان فيما كان عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم يعني لو أنهم صبروا وانتظروا حتى تخرج إليهم فيحويونك ويقدرونك ويعظمونك لكان خيرا لهم ومعنى خيرا لهم لو وجدوا من ذلك خيرا في نالوا ما عندك من الخير وأيضا نالوا الأجر والثواب والفضل والمقام ولو عظموه في النفوس لعظم إن كان لهم شأن أعظم مما هم عليه ولم ذكرهم الله بذنب في هذه الآية لكن لا شك أيها الأخوة انظروا كيف فقط نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء واليوم نجد من الناس من يستهين بمقولة هي أعظم من هذه المقولة والله إنها أعظم من هذه المقولة حينما يقول أناجيك الند بالند أي كلمة هذه أيها الأخوة أن يكون الإنسان يجعل نفسه ندا لرسول الله في مناجاته ويظهر لنفسه أنه لا يشرف بالسلام عليه ومولده كلمات إخواني الكرام ما يجتري عليها الإنسان قد أولغ في الإلحاد أو أولغ في دخيلة النفس وتلك الأفكار الأقلانية التي ظهرت في هذا الزمن قال الله سبحانه وتعالى لكان خيرا لهم والله غفور رحيم كأن الله سبحانه وتعالى يمنحهم فرصة للمغفرة والرحمة برحمته سبحانه وتعالى غفر لهم لرحمته مع أنهم أساءوا الأدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع الصوت فقط فكيف بغير ذلك ثم قال الله عز وجل في النداء الثالث قال الله يا أيها الذين آمنوا وهو انتقال من حق الله وحق رسوله إلى التعامل مع المؤمنين ومع الأقوام الآخرين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذه الآية نازلة في قصة الوليد ابن عقب بن يبي معيط الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق يأخذ صدقاتهم فكان بينهم وبينه شحناء فنمى إليه كلام وأخبره مخبر بأنهم خرجوا بسيوفهم فخشي أن خروجهم بسيوفهم يريدون قتله ومنع نبي صلى الله عليه وسلم زكاته فرجع الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن بني مصطلق أرادوا قتله ومنع زكاته إذ أنه أخذ كلام ذلك المخبر الذي أخبره عنهم وهم إنما أرادوا أن يخرجوا بسيوفهم وقد كان ذلك بكبارهم أرادوا أن يخرجوا بزكاتهم يعني يقابلوه بها أو يدفعوها هم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا جاءوا بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا الخبر وبادروا بإتيان أو تسليم صدقاتهم وزكواتهم فلذلك أنزل الله هذه الآية يا أيها الذين أمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فقيل إن هذه الآية الفاسق هنا ذكر بعض الفاسقين أنه الوليد إذ أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عن بني مصطلق أنهم فأرادوا أن يقتلوه والظاهر الله تعالى أعلم أن الأمر متعلق بذلك المخبر بذلك المخبر الذي أخبر الوليد ذلك أن الوليد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم أو يذمه أو يوبخه أو يعاقبه دل على أن اللوم على ذلك الفاسق الذي أخبره أولا فمن الطبيعي أن ذلك سيبعثه على الرجوع إذ أنه حينما علم أنهم خرجوا بسيوفهم هذا يكفي دليل وأقرينه أنهم يريدون شيئا ربما يسوء فرجع بهذا الظن السيء قال إن جاءكم فاسق بنبأ أي بخبر يصيب قوم فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا إن أن تصيبوا قوما بجهالة والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقاتلهم لو منعوا الزكاة فقال أن تصيبوا قوما بجهالة بسبب تلك الجهالة التي جاءتكم من ذلك الفاسق فتصبحوا على ما فعلتم نادمين حيث لم تتبينوا ولم تتثبتوا وهذه الآية أيها الأخوة هي قاعدة عظيمة في قضية الخبر قبول الخبر والتبين في الأخبار والتثبت فيها والحيطة من أن تصيب إنسانا بظن أو بسوء أو أذى بسبب خبر وتعطينا أيضا أيها الأخوة درسا عظيما في أن الإنسان إذا سمع حديثا عن آخرين لا يستعجب الحكم عليهم هذا هو ميزان الإيمان إذا جاءك خبر عن شخص أو طائفة بأمر من الأمور يسوء يسوءك أو يقدح في ديانتهم أو يعني في عدبهم أو يقع في نفسك سوء ظن بهم فالواجب أيها الأخوة في هذا هو التثبت والتبين ثم قال الله عز وجل في تربية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربية أولئك الوفود الذين جاءوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم ولم يظهر تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوسهم حقا قال واعلموا أن فيكم رسول الله هم يعلمون أن رسول الله فيهم لكن ما الغرض هنا الغرض منها الإشارة إلى أن بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد من ربه عز وجل بالوحي الصادق فواجب أن يعظموه ويوقروه ويحترموه ويأخذوا برأيه وحكمه فقوله واعلموا أن فيكم رسول الله يفيد أن المقصود يجب أن تعتبروا هذه وجوده فيكم فتوقروه وترجعوا إلى رأيه وتنزلوا عند حكمه ولا تتقدموا بين يديه ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوته ولا تجهروا له بالقول وغير ذلك من الآداب المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم كيف لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب للناس في أهوائهم وما يطلبون لا شق ذلك لأن عنت هو الشق المشقة لشق ذلك فيهم ووقعوا في العنت والمشقة لأن الإنسان قد يهوى في وفرة إيمانه وقوته في حال قوة إيمانه قد يطلب أمورا في المستقوط لا يطيقها فيقول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أي لشق عليكم ذلك ولم تستطعوه ولكن الله حبّب إليكم الإيمان الله أكبر ما أعظم هذه الجملة العظيمة التي ترقق قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه والمؤمنين الذين آمنوا به من تلك الوفود وتقربهم وتحقق الإيمان في قلوبهم ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم ما الفرق بين حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم المحبّة المحبّة تعني أيها الأخوة أن يخالط هذا الإيمان بالقلوب بالرضا والقبول التام حبّب الإيمان يعني أنت تعشق هذا الإيمان وتأنس به وتقر عينك به هذا هو الإيمان الصحيح يا إخواني الإنسان المؤمن حقا يجد في نفسه سرورا وبهجة وإشراقا في قلبه أن الإيمان في قلبه لله ورسوله وأنه مستقيم على طاعة الله عز وجل ممتثل أمره أما زيّنه أيضا في قلوبكم زيّنه بما وراء ذلك لأن الزيّنة هي أثر من أثر الشيء يعني زيّنة الشيء خارجت عنه وتحليه فالزيّنة وزيّنه في قلوبكم زيّنه بأخلاقكم وآدابكم وما يمكن أن يكون من أثار ذلك الإيمان الذي حبّبه وأقرّه ورسّخه في قلوبكم وعلى هذا نقول أن السورة في تحقيق الإيمان وتكميل الأخلاق هذا يؤكد وهذه الآية تؤكد ذلك قال وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان وهذا الذي يقابل التحبيب والتزيين الكفر ويقابل الإيمان والفسوق والعصيان هي الأخلاق السيئة من معصية الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال الله في وصف أولئك وكفى بذلك الوصف وصف أولئك هم الراشدون والرشد أيها الأخوة هو كمال العقل كمال الديانة رشد هو الكمال فوصفهم الله وبيّن أنهم بهذا الوصف الذي جعلهم الله فيه هم راشدون كاملون في إيمانهم وآدابهم وأخلاقهم ثم قال الله امتنانا عليهم فضلا من الله ونعمه والله إن ذلك لأعظم الفضل أن يحبب الله إليك الإيمان ويزينه في قلبك بالتقوى واليقين وغير ذلك من أثاره ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان ذلك هو تحقيق الإيمان حقا وذلك هو صف العقيدة وذلك هو الرشد والكمال ولهذا قال فضلا من الله ونعمه فضل هو يعني من الله تفضل به عليكم ونعمه يعني زادكم بها وأكرمكم بها والله عليم حكيم حينما علم صدقكم ورغبتكم في الإيمان فحببه إليكم وحكيم في ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك